بسم الله الرحمن الرحيم في الدروس السابقة درسنا مجموعة من المواضيع بدأنا بالvariables ثم بعد كده بالdatatypes ثم الexpressions وكيفية الـ evaluation للـ expressions والعلاقة بين الـ expressions والـ data types والـ operators وأولوية الـ operators في هذا الدرس راح نحل المثال البرنامج اللي قدامك هذا حتى نجمع المعلومات ونشوف كيف نستخدم المعلومات السابقة في حل برنامج السؤال يقول لك أكتب برنامج يقرأ درجة حرارة المئوية ثم يقوم بتحويله لدرجة حرارة فهرنهايت قانون التحويل هو كالتالي الفهرنهايت يساوي 9 على 5 في درجة حرارة مئوية اللي هي centigrade زائدا 32 إذن السؤال سهل واضح بكل بساطة البرنامج يبغاك تدخل درجة حرارة مئوية ثم يحولها إلى فهرنهايت أبغاك تحاول تحل السؤال تذكر خطوات اللي قلناها قبل حل البرامج أول شي تسوي sample run أو sample dialog بعد كذا تسوي الألغوريثم والسودو كود ثم بعد كذا تكتب البرنامج حاول خطوات هذه ثم بعد كذا رجع للفيديو خلنا نشوف كيف نحلها طيب أتمنى أنك حاولت خلنا نبدأ أول شي بالخطوة الأولى وهي اللي سميناها قبل sample dialog أو sample run sample dialog مضبوط أو run يعني كيف رح يشتغل البرنامج مثال على كيفية شغل البرنامج البرنامج رح يقوم أولا بطباعة الفكرين معي كيف برنامجك رح يشتغل رح أو شي يطلب من المستخدم أن يدخل الدرجة الحرارة المئوية فرح البرنامج يقول أدخل درجة الحرارة المئوية ثم بعد كذا المستخدم رح يدخل درجة الحرارة نفرض أنه يدخل مثلا 43 طيب السؤال نحطها بلون ثاني تنالب هذه input فدخل مستخدم 43 بعد كذا البرنامج رح يقول رح يحسب طبعا درجة الحرارة بفيرنهايت ثم يطبع درجة الحرارة 43 هي طبعا أنت ممكن تحولها بيدك حتى بس يعني جرب إذا كنت بغا ترجع شوف السؤال شوف القانون بس المهم لو حولتها تطلع لك 109.4 109.4 بالبلش اسمه بفيرنهايت إذن حنا جربنا الآن سامبل ليلوك تقريبا فهمنا برنامج جدا سهل زي نعلق الفهمنا وشي يبغى البرنامج الخطوة التالية اللي بعدها خطوة رقم اثنين هي أننا نصمم الألغوريثم أو السودو كود الخوارزمية للبرنامج أو السودو كود زي طيب وشي الخطوات اللي راح سويها برنامجك فكر شوي بعدين نرجع للفيديو إذا كنت بغا طيب الخطوات هي كالتالي وكل بساطة هذا البرنامج راح تكون الخطوة الأولى هي الأمر الأمر الأول هو اقرأ درجة الحرارة المئوية هذا الأمر الأول بعد كذا طبعا الكمبيوتر راح يقرأ درجة الحرارة هذه ثم الأمر الثاني هو احسب درجة الحرارة بالفاهرنهايت درجة الحرارة الحرارة بالفاهرنهايت باستخدام القانون المعطى هذا الخطوة الثانية اللي راح يسويها البرنامج ثم الخطوة الثالثة اطبع درجة الحرارة بالفاهرنهايت هذه الخطوات الثلاثة اللي راح يسويها برنامجنا بكل بساطة طيب القراءة حنا نعرفها سهلة طبعا نعرفها هي هذه الخطوة اللي فيها شوي اللي هي احسب درجة الحرارة بالفاهرنهايت خلنا نشوف خلنا نكتب القانون كده كان القانون ف تساوي تسعة على خمسة في سي زائد اثنين ثلاثين تمام؟ هذا هو القانون إذا كنت تذكر هذا السؤال تسعة على خمسة في سي زائد اثنين ثلاثين الآن هل الإكسبرسين هذا جاهز للكمبيوتر ولا في مشكلة؟ فكر معي شوي وشوفوا ش المشكلة الموجودة طيب الإكسبرسين هذا يحتاج تعديلات بسيطة وش التعديلات؟ تذكر النسبة لما دينا نحسب النسبة المئة نسبة المئوية نسبة التخفيض قبل القسمة هذه رح تسببنا مشكلة ما رح تعطينا الفاصلة هذه العدد اللي بعد الفاصلة طبعا السؤال يمكن ما وضح هل الدرجة الحرارة المدخلة رح تكون رح تكون دبل ولا انتجر لكن نحن نفترض انها دبل زين نفترض انها دبل رح افترض انها دبل حتى نشوف بس كيف الإكسبرسين هذا رح يشتغل زين فإذا درجة الحرارة المدخلة رح تكون دبل والنتيجة دبل طبعا النتيجة اللي قدامنا هنا رح تكون دبل هذا انا افترضته زين طبعا السؤال غامض شوي ممكن لو السؤال كان ممكن يكون أوضح يقول لك دبل لك كانت الخيار لكن عادة عادة لما نجي نحسب نحول من درجة الحرارة المياوية الى فهر نايت يكون في فاصلة يكون في كسور في العملية التحويل هذا هو المتعودة المعتاد عليه طيب فإذا هذا الان الإكسبرسين فيه مشكلة بسيطة جدا وهي في قضية الديتا تايبز لما يجي الكمبيوتر يقسم لي 9 على 5 رح يقولي رح يقولي نتج القسم القسمة هذه واحد وليس واحد فاصلة شي مزين هذا شي مهم جدا رح يقولي الكمبيوتر ناتج القسمة هذه واحد وليس واحد فاصلة لأنها انتجر في إذن حتى نكتب الـ expression بطريقة الجافة بالشكل الصحيح خلنا نكتبه هنا على مرة ثانية نقول لابد ان يكون الـ expression 9 فاصلة صفر تقسيم 5 على الأقل نخلي واحد منهم double حتى تكون القسمة هذه قسمة عشرية بفاصلة بعد كده طبعا لازم بعد كده نضع الأقواس ونضرب في في C هنا اللي هي درجة حرارة زائدا 32 طبعا هل تحتاج الأقواس هذه ولا لا ما تحتاج الأقواس هذه لأن القسمة أعلى أولوية من الضرب لأنها جت على اللي سار هم متسوين في الأولوية لكن لأنها جت على اللي سار رح تكون أعلى أولوية فذلك ما تحتاج الأقواس الموجودة هنا لكن المهم هنا أننا اضطرنا أنما نجينا نكتب الـ expression أننا نكتب 9.0 حتى يكون حتى يكون العدد double وليس وتكون القسمة هنا قسمة عشرية بفاصلة يعني وليست قسمة صحيحة بباقي زيان هذا هو تقريبا أهم جزء في السؤال واللي فيه شوي يعني الباقي طبعا هنا نسيت أنا أكتب الـ variables وش الـ variables اللي رح ناخذها من هنا أدخل درست حرمي ويذن رح نقرأ variable نسموه مثلا C أو disintegrate cent مثلا كده disintegrate هذا variable الأول ورح يكون من نوع double إذن double disintegrate وهنا الـ variable هنا هل بتخزن الناتج في variable نعم بنخزن اللي هو فهرنهايت فنقول double تسميه F أو FAH يعني فهذه هاي 2 variables اللي نحتاجهم تقريبا تقريبا برنامج جاهز راح أتركك الآن نكتحل البرنامج وقف الفيديو ويحل البرنامج ثم أرجع الفيديو راح أوريك البرنامج بشكل سريع هذا هو الحل لحل البرنامج خلنا نمر عليه بشكل سريع سوينا سكانر القراءة سمينا البرنامج C2F اللي سنتغريت وفهرنهايت سوينا سكانر والإمبورت هنا العملية القراءة هنا قلنا أدخل temperature أو درس حرارة في السلسيس وخزننا درس حرارة هنا في المتغير سلسيس عفوا سلسيس أنا ذكرت قبل أنه اسمه سنتغريت هذا كان خطأ مني لما ذكرت هنا قلت أنه سنت سنتغريت لا هي سلسيس سلسيس سنتغريت زين فهي سلسيس وفهرنهايت فإذن أنا استخدمت اسمه متغيرات مختلفة شوي ما في مشكلة اسمه متغيرة تقدر تسمي أي اسم همشي يكون مفهوم بالنسبة لك فإذن هذه الخطوات قراءة حساب باستخدام القانون ثم الطباعة هذه بالضبط الخطوات اللي سوينا هنا هذه عملية القراءة بعد كذا عملية حساب الإكسبريشن وبعد كذا عملية الطباعة لاحظ هنا أن نحطينا 9.0 حتى نضمن أنه عملية القسمة هنا راح تعطينا قسمة عشرية بدون باقي فاصلة زين ممكن طريقة ثانية ممكن أنك تكتب هنا بدل من أنك تكتب كذا 9.0 على 5 ممكن تكتب طريقة هذي أصعب شوي دابل ثم تسكر القوس ثم 9 على 5 في وتكمل باقي للإكسبريشن زي ما هو فهنا نسوي تايب كاستنج إكسبليسيت للتسعة من إنتجر إلى دابل قبل ما نكتسوي عملية القسمة زين فإذن عندك خيارين أو نكتسوي تايب كاستنج للخمسة أو تحط 5.0 بدل من 9.0 في عدة طرق أهم شي تتأكد أن القسمة دي تصير قسمة بدون بدون باقي هذا البرنامج جرب البرنامج نفسه تتأكد أنه يشتغل أنه يشتغل معك